فكر في واجبك كما تفكر في حقك وعمل طلبا للإدقاء لا طلبا للشهر والجزاء ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظرون منك الحقيقة لو هنتكلم عن الحتام وعلم البحار ده عالم تاني خالص ويعني لو تكلمنا عن الحتام نبذة سريعة عن الحتام نجد أن هذا الحوت العنبر دوت فيه 3 مليون حوت تمت إبادتهم خالص في خلال القرن الماضي 3 مليون حوت عنبر وغير عنبر كل الحوت الأزرق والحوت الكيلر ويل من كل أنواع الحتام فيه 3 مليون تخيالوا الرقم 3 مليون حوت الإنسان أتلهم في خلال القرن العشرين ولذلك في الف تسعمية ستة وتمانين فيه كوميتي لجنة اسمها انترناشنال وايلين كوميتي لجنة صيد الحيتان الدولية أو اللجنة الدولية للصيد الحيتان اللجنة دي قررت في الف تسعمية ستة وتمانين انها تعمل باننج على صد الحيتان لأنه وجدوا أنه يعني أعداد الحيتان في التناقص ويجي وقت ومبقاش فيه حيتان فبالفعل من ذلك الوقت وفعلا يعني قدروا يحفظوا على حياة كتير من الحيتان ولكن اليابان دقاء هي المشكلة دلوقتي يعني رغم من الاتفاقية دي اتفاقية دولية تم عقضاعها والتوطيع عليها في الف تسعمية ستة وتمانين اليابان خرجت بره اللجنة أصلا يعني زي ما انجلتورا كده ما خرجت بره الاتحاد الأوروبي اليابان خرجت بره اللجنة دي في الف تسعمية ستة وتمانين بعدها بسنة بس بعدها بسنة واستمرت بقى فصود الحيتان بحجة لأسباب علمية وأسباب بحثية وكان فارغ يعني واليابان مسؤولة حتى وقتنا الحالي عن موت من ميتين لألف وميتين حوت كل سنة كل سنة اليابان لوحدها بتقتل من ميتين لألف وميتين حوت كل سنة عارفين الحيتان فيه نوعين يعني نوع بأسنان وده أكبر حوت فيه هو حوت العنبر دوت زي ما قلته طوله من 16 متر لي 19 متر وقد يصل لعشرين متر وأكثر من عشرين متر والحيتان اللي ملهاش أسنان ليها زي فرش كده الفرش دي زي لما بيكلوا ضحية الفرش بتسمح بخروج الماء وبتحجز الضحية أو الفريسة يعني جوا بالنسبة للحيتان ذات الأسنان حوت العنبر ده أكبر وأضخم حوت إنما بالنسبة للحيتان بقى كلها بشكل عام اللي هو ليهم أسنان ولا ملهمش أسنان مجرد ريش بس كده وفرشة الحوت الأزرق هو أضخم حوت وأضخم حيوان على مر التاريخ أضخم حيوان عرفه الإنسان ووزنه بيوصل لي 22 طم يعني حوالي 441 ألف باونز رطل والطول بتاعه بيصل لخمسة وعشرين متر يعني ده أطول من السفينة هو كنوصل لتلاتين متر كمان يعني حاجة اللسان بتاعه اللسان وزنه تقريبا وزن فيل يعني أعرض لكم دلوقت بعض الصور تشوفوا حجم الحوت مقارنة مثلا بحجم الفيل وحجم السفينة وحجم الإنسان إنسان ده يعني كان عقلة أصبح كده جنب الحوت وعلى حين إن الحوت العنبر ممكن يعيش لغاية 70 سنة إلا إن الحوت الأزرق ممكن يعيش من 80 ل90 سنة بيولد مرة من سنتين لتلات سنوات والبي بتاعه الحوت الأزرق ده بيبقى طوله 8 متر ووزنه 6 طن وبيزيد وزنه بيزيد 3 طنه كل شهر قبل المعاهدة اللي اتعاملت في 1986 كان يوجد أكتر من 300 ألف حوت أزرق بعد استياده لم يتبقى إلا بضعة ألاف إنه بعد المعاهدة دي بدأت الأعداد في الازدياد من الحيوانات البحرية الجميلة أيضا يعني تكاد تنقرض أيضا البلو فين تونة التونة ذات الزعاني في الزرقاء طلت عددهم إن أتل يعني تم اصطياده وأيضا في اليابان يعني اليابان التونة ذات الزعاني في الزرقاء التونة الوحدة في اليابان قد يصل تمنها إلى مبلغ مش هتتخيلوه قد يصل تمنها إلى مليون دولار مليون دولار في اليابان للتونة الوحدة شيء جنوني ولذلك مصرين ومستمرين في اصطياد هذا النوع من الأسماك وأيضا سمكة القرش يعني تخيلوا في كل سنة بيتم اصطياد حوالي مئة مليون سمكة قرش مئة مليون سمكة قرش بيتم اصطيادها كل عام مش كل مش في القرن الماضي لا ده مئة مليون في السنة رقم يعني انا مش قادر اتخيله ورغم ان يعني يعني انا قرأت الرقم دوت في بعض الدوكيمنتريس الفيديوهات ما بقتش مسدق يعني كشفت على النت وقلت فعلا هو ده الرقم رقم مش قادر اسدقه إلى الآن نيجى على الحتان اللي هو يسمى همبر باك اللي هو ذات الظهر الاحدب حتان الحباء ديت مئة الف منهم بيموتوا كل سنة بيتم اصطيادهم مش بيموتوا موتة طبيعية بيتم اصطيادهم كل سنة مئة الف بالنسبة لسمك القرش دوت مئة مليون منهم بيموتوا كل سنة بيتم اصطيادهم كل سنة ليه؟ الهدف الاساسي ليه؟ عشان يعمله بس شربة زعان في سمكة القرش لشارك فين سوب دي مشهورة جدا وغالية جدا ويعني للاسف انا شربتها قبل كده يعني المهرجانات والمؤتمرات اللي راحت بيحبارها بيبقى فيه بنتناول مثلا العشاء في مطاعم فخرة جدا فيعني بتحطوا قدامنا اكل من السي فود خاصة الاكل الصيني السي فود مشهور جدا فيه فتقريبا مفيش اكل السي فود انا مدقتوش مكلتوش من ضمنها الشارك فين سوب دي انما طبعا يعني الوقتها الواحد مكانش عنده الوعي الكافي مش ممكن الواحد يحاول انه يأكل الشارك فين سوب دي مرة اخرى لان فعلا يعني الاسرار على استياد سمك القرشي بهذا الشكل الغير عقلاني الجنوني سيؤدي في النهاية الى انقراضه واللي زي ما قلت الحوط الاحدب ده مئة الف بيتم استياده كل سنة عدد يعني مهول طب ليه الحيوانات دي وليه الحيتان دي وجودها مهم جدا وجودها مهم جدا حب تلينا احنا كبشر مش مسألة ان احنا ناكلها وخلاص لا او نستخرج منها زيوت او كلام من ده لا وجودها مهمة للحياة على كوكب الارض حركة الحيتان دي شوف الحوط اكبر من السفينة في حجمه حركة الحيتان دي داخل المحيط بتحرك العناصر الغذائية الموجودة في باطن المحيط فالعناصر الغذائية دي بتخرج وبتطلع على سطح المحيط فبتتغذى عليها النباتات العليقة ديت او اللي احنا بنوعها ايضا تحالب ديت اللي اسمها فايتو بلانكتون الفايتو بلانكتون دي ذاتية التغذية بتتغذى على شعاع الشمس ولذلك يبتنمو على سطح الماء او قرب سطح المياه فبتحول الطاقة الشمسية ديت من طاقة كهرومغناطسية الى طاقة كيميائية وبتحول ثاني اكسيد الكربون الى اكسوجين كل جزء من ثاني اكسيد الكربون بتحول الى جزء من اكسوجين ليه عملية التمثيل الضوئي والشيء المدهش بقى ان هذا النوع من النباتات التحالب الخضراء ديت رغم انها تمثل واحد في المية فقط من النباتات الموجودة على كوكب الارض الا انها مسؤولة عن نصف الاكسوجين الموجود على سطح الارض نصف الاكسوجين الموجود على سطح الارض بسبب هذه التحالب الخضراء والنباتات العالقة الفايتو بلانكتون فوجودها مهم جدا الى جانب ان وجودها هي تعتبر الغذاء الرئيسي لسمك الكريل وسمك الكريل بيعتبر الغذاء الرئيسي للحيتان الى اكبر منه والاسماك والحيتان الى اكبر منه الى اضخم منه فعالم البحر البلو ويل الحوت الازرق والهامباك ويل الحوت الاحدى والسبرم ويل الحوت العنبر والكيلر اوركا الكيلر ويل يعد نوع من انواع الدولفينس ولكنه اضخم انواع الدولفينس فهو يعد حوت وفي الحقيقة يقولوا ان كل دولفين هو حوت خاصة الدخام منهم وليس كل حوت دولفين الحوت دوت الكيلر يسميه كيلر لانه رصدوه هو بيقتل حتى الحوت الازرق يعني لانه قوابمه قوية جدا ورغم انهم مستغرب ممكن نشوفه مثلا عندنا في هون كونج في الاوشن بارك يستخدموا هذا الحوت لتقديم بعض العروض فهو يعني يبدو سلمي ولكن هو بيتغذى على كل شيء موجود في البحر فمافيش اللي عايز اقوله ان يعني سبحان الله ربنا خلق البحر وحياة البحر والكائنات اللي فيه وفيه انسج فيه بالانس فيه توازن توازن يعني ما يقدرش يعمله الا فعلا خالق هذا الكون ان ان فيه انواع من السمك بتتغذى على انواع اخرى ونباتات معينة وهي غذاء نوع معين من الاسماك كل الدورة اللي فيها توازن دي هي اللي بتضمن استمرارية الحياة على كوكب الارض المحيط ده واستمرارية هذا التوازن بين الكائنات البحرية مهم جدا ايضا لاستمرارية الحياة على كوكب الارض بشكل طبيعي انما الانسان بقى بيتدخل في حدث خلل في هذا التوازن الانسان بيتدخل في حصل б semaines بيتدخل الانسان يرتز على اسمك نوع معين من الاسماك كيف ح inici u Principle كيف يحدث في اليابان وغيرها كيف يحدث أنواع السمك استيادتونا يقول Art Иnerika عملها الكائنات البحرية بتضطر أنها عندما تمładaك عدد أخampاء من الاسماك تعيش响 طبيعية كما تضطر أنها تأكل أخرى اخرى مثل kelb البحر مثلا او اللي بنقول عليه سي لايونس يصود البحر الغذاء الرئيسي لها هي الاسماك انما لنظرا لقلة الاسماك دلوقتي فاصبحت تدغزة على السكويد السكويد اللي هو الحبار العربي الحبار فاللي عايز اقوله يعني نهاياتا هو تدخل الانسان ده هو اللي بيفسد الطبيعة وبيفسد كل شيء في صورة انا شفتها مؤخرا في البحايرات اللفة والمياه اللفة مدينة البندقية قبل كورونا المياه لنها عكر عكر جدا بعد كورونا المياه صفية جدا وتشوف القاع المشكلة كلها في الانسان وفي تدخل الانسان في الطبيعة ولذلك يعني انهي واقول الانسان هو فعلا اخطر حيوان على وجه هذه الكورة الارضية هو الخطر الرئيسي على الطبيعة وعلى الكائنات البحرية وعلى الحيوانات وعلى كل شيء فانا اجابة سريعة يعني هل اهب شخصية رئيسية لرواية موبيديك تحية ام معتدي لا ده معتدي 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 بل انه هو اصلا يعني رمز للحضارة الغربية في القرن التسعتاشر والامبريالية الغربية هذه رحلة الصيد هذه ما هي ايضا الا رمز لما تسمى الحضارة الغربية والامبريالية الغربية في استكشافها واستعبادها للاخرين ومحاولة استعمارها لبلاد العالم الآخر فدي اجابتي على هذا السؤال سريعا وبكده نكون وصلنا لنهاية مناقشتنا دي رواية موبيديك دي هيرمن ميلفيل اتمنى تكون الحلقة اعجابتكم ان شاء الله نراكم في حلقة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة